السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار اليوم فيديو جديد وتوقعات يوم الاثنين سبعة وعشرين فبراير الفين وثلاثة وعشرين قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسى هذه النصيحة المهمة اللي لا تلعب بأكثر من ثلاثة في المية من رأس مالك حد أقصى في كل مباراة ثلاثة في المية من رأس المال لو لقيت كمان اليوم سيء حاول خفف نسب الدخول لو لقيته جيد كمان يعني اكتفى بربح لأنه الأرباح زي ما هي تيجي أيضا الأرباح في هذا المجال سهل إنها تروح فأنت بدك تحاول تحافظ على رأس مالك وتحاول إنك تزيد من رأس مالك نيجي الآن لنشاهد ونختار بعض من مباريات يوم الاثنين في عنا عدة مباريات من يوم الاثنين في عنا مباراة في الأم الأس بطولة الأم الأس نيجي سريعا ليوم الاثنين ونيجي لبطولة أم الأس في عنا هذه المباراة يعني هذه الجولة الأولى من البطولة أفضل توقع لهذه المباراة هو مجموعة أكثر من اثنين ونص بدناش نكتر اليوم في المباراة دائما مسيطر في مواجهات هذه المباراة وفي المباراة الأخيرة يعني نتائجه جيدة نوعا ما أفضل نصيحة لهذه المباراة مجموعة أكثر من اثنين ونص نختار كمان مباراة أو مبارتين في عنا الدورة الأوكرانية الممتاز في عنا مباراة غدا يوم لاثنين سبعة وعشرين راح نشوف هذه المباراة فريق الأولوكسندرية في الدورة الأوكرانية فريق قوي ترتيبه الخامس ترتيب جيد مجموعة أكثر من اثنين لهذه المباراة في عنا مبارتين في الدورة الأيطالية نحاول نختار مباراة أو نختار من المبارتين يعني فرصة مناسبة بحيث أنه يكون توقع يتمكن من المباراة يعني شبه مضمون يعني هلاس فيرونا في آخر المواجهات نتائجه جيدة تقريبا في جميع المواجهات لا يخسر إلا في آخر مواجهة خسر أمام روما فيرونتينا أيضا نتائجه يعني جيدة حتى أنه فاز على إبراخا وتأهل للدور القادم في دور المؤتمر الأوروبا الفريقين يعني نسبهم في تسجيل الأهداف جيدة أفضل توقع هو كلا الفريقين سيسجل في هذه المباراة نجي نلقي نظرة سريعة على المباراة لاتسيو سامب دوريا نكتفي يعني نكتفي بهذا القدر من المباراة اختار ما يناسبك من هذه المباراة ولا تضع كل رأس مالك فيها يعني وزع مثلا 3% أو 5% كحد أقصى من رأس مالك على كل مباراة ولا تضعهم جميعا في نفس القسيمة وبهيكم نكون وصلنا لإنهاية هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك بقنوات التليجرام الروابط موجودة في صندوق الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر